اشتركوا في القناة سورة الانفطار تتمت الحديث سورة المتفرفين سورة الانفطار مكية وعدد آياتها 19 آية وتتناول كذلك بموضوعها نفس الأسلوب الذي تناولته السور التي رأيناها منذ قبل مع زيادة من بعض التفاصيل المتفرفين ترجمة نانسي قنقر 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 واختلت العذب منها بالمالح فأصبحت بحراً واحداً بمعنى سيعم آنذاك في ذلك الوقت ستعم البحار اليابس لأن البحار ستخرج عن المصار الطبيعي الذي رسمه الله لها في الدنيا لحكمة كنا تحدثنا عنها قبل ذلك إذن فسيختل الميزان فالبحار ستتجاوز الحدود ونرى بعض السمات اليوم حينما يتجاوز البحر حدوده فإنه يخدد كوانب أنا أقول يعني فيضان وثونامي وما إلى غير ذلك أما في ذلك الزمان فستكون البحار بحراً واحداً بمعنى أنه سيغطي البحر كل اليابس وإذا القبور بعثرت بعثرت الشيء نبشه وجعل أسفله أعلى بمعنى أن ما كان أسفل القبور سيصبح أعلى بمعنى أنها ستخرج القبور بعد ذلك ما كان في بطنها جواب الشرط عالمت نفس ما قدمت وأخذ إذن إذا حدثت هذه الأمور ذكر الله اثنين منها علوية واثنين سفلية الاثنين العلوية السماء ستنشق وستنفطر ولكواكب ستنططر الاثنين السفلية البحار ستنفجر وستتجاوز حدودها والقبور الأرض ستتبعتر وسيبقى أسفنها عالية فستكون في ذلك الوقت حال يوم تبدل الأرض غير الأرض السماوات لذلك سيبدل الله سبحانه وتعالى الهدف المحاونا الهدف المحاونا المحاونا السماوات سنذكوروها فيما ذكرتها السورة سيبدل الله سبحانه وتعالى تاري الآن اليوم سبحانه وتعالى يكون سيكون على شكرا ما نشارك من أن تتكلمين فالجوه أن تتكلمين أن تتكلمين على سيارة محن كلمين يعني أنت سيئتون على سيارة. ثم عندما يتعرفون متحرك سيارة أنت تتكلمين محجم بقامhh المساعدة في يدقى السبب أن يكون الوجودية حتى يحصل الوجود في هذا الوقت سيكون تموتاً ستعلق سيكون أشياء يختار سيكون فه pinch وفي سورة أخرى ذكر الله سبحانه وتعالى إذا البحار فجرت فتكون للجمع بين الآيتين تكون البحار ستنفجر وستتفجر ستتجاوز حدودها ثم والعياد بالله تكون ممزوجة بالبراكين وبالنار ستمزجوا فيكون هناك بحر من نار وبحر من ماء واحدهما لا يطغى على الآخر يعني أمر يصعب أن تتصوره العقول والأذهال في القيد الأخرين فصوه الله سبحانه وتعالى تقول أن تخبارهم في درست من السبب ويغم ستجزت للمحاء في الوطن إنك أبداً فان أن تجزت للمحاء من أن تجزها وكاذن أن تلقى كان ممزوجة تجزت للمحاء ستجزة في العام أن هذه المحادي للمحادي كيف تجزت للمحادي وهذا يبدو أن كما تمس يسعى إذا حدثما يسعى دعوة الله وطوله في الأرض يسعى أن يسعى che هم يسعى يسعى وقت يسعى أنه يسعى على الأرض على نهاية في هذا المهم الآن الأرض الذي سعى يسعى أكثر أعلمت نفس ما قدمت وآخرت هذا الذي يهم أما هذه الأحداث كلها فتكون بكون فيكون ولكن النتيجة أعلمت هذه الأحداث سوف تقوم بحياة من حالة إلى حالة لحالة أعلمت نفسنا أن نكون هناك لأن هناك أحبان سننسى ومن ثم ينسى هناك الأرض سيساعد ومن ثم ينسى المرات ستتكون مللان المنزل المنزل ستكون مللان المنزل ستكون مللان هل تقدمت وما أخرجت؟ ما قدمت معلومة ما قدمت من العمل الصالح والطالح وما أخرج ليش دكارو ما أخرج هذا يعني أن كلام تعرفون ما يدفونه وما يدفونه ما يدفونه ما يدفونه وما أخرج قال بعض العلماء ما أخرج من حسنة أو سيئة تفعل بعده أو ما أخرت من مال كسبته فأطاع الله ورثته به أو عصوا به أو ما أخرت من أماني كانت تريد فعلها ولم تفعلها هذه كلها يدور حول هذه الأمور بمعنى أنه يوم القيامة لن يكون لن يحاسب الإنسان على ما قدم فقط سيحاسب كذلك على ما أخر ذلك بعض الصالحين حينما كان في وقت احتضاره يعني كتب وصايا لليتامة والمساكين وكذا فقيل له يعني لا تترك أولادك بدون شيء فقال أولادي له يعني ما يكفيهم ورزاق سيرزقهم ولكن هذا المال إن تركته لهم فعفوا الله به فأنا الذي سأحاسب به وليسهم إذن في المسجد أن يحفظ فيه من الكتاب الله ما شاء الله وأن يقرأ فيه من العلم ما شاء الله وأن يصلي فيه من الناس ما شاء الله هذا عمل أخره صاحبه بمعنى أنه سن هذه الحسنة فجاء هذا العمل متأخر بعد وفاته فسيراه لأنه كان السبب فيه أول عياد بالله سنة سيئة ترك خصومات وترك شهادات الزور وترك أعمال مبتدعة فيعصى الله بها فهو سيرى كذلك أنه هو السبب في معصية الله بهذه الأعمال فسيراها كذلك في هذه الأعمال فهو سيخبت كل هذه الأمر فهو سيضى فهو سيشد كل هذا عمل سيقول فإذا سيكون كل شيء وما ما نجمع في لمدده فعليا ما نجمع أقال ومن ثم من قوتين لديهم سنة لا تنسل الageاء سهل مجدد من كل ما حدوث يجد من المحب ورو physical ومرار التنسل الانسيان علينا البدراء أو او كان السيد ادراج السيد وهمين القران أمام جزيز بالتطبيق على المن اللاغة ليس لدينا تريد تريد تعليم العلق 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 الى الأولى يساعدون المصدرين ويساعدون الذين يشتغلونها البلدان يسألون ويساعدون في الواقع سنة لذلك يعملوا الأولى الأولى كان يصدقوا بأنها فهذه المموضة يوجد سيئة فيها الواقع إنه يمكنه لأولي حتى يقدموا عيزه فهذه المموضة أولى كان يكون أولو أو يوم وفي نهاية أعجب أن يفعل مضاً يفعلون أخيامه شخصاً لأخي خالق معه جدًا إليه مضاً محاولة من تحلق معه وثمان يكتبونون ويجعلون يقولون الله سبحانه و تعالى شخصاً مضاً شخصاً 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 وشخصاً ويجعلون محاولة فهو سيكون جيدًا لديه كموابسة عقل و هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة من سنة في الإسلام سنة حسنة فانوه أجره و أجره من عملا بها إلى يوم القيامة والعكس من سنة في الإسلام سنة سيئة فعليه وزره وزره من عملا بها إلى القيامة و يقول له أن هذا صلى الله تعیم بصدر لك و يقوله ذلك من قبل لا نفعل القيامة فهو سيكون جيدًا و سنة سنة في منسجر إن تتخبت في استخدام القيامة و يجب أن تنسي قبل لا يحققه و يدعه و يقع رفكث أبدا يا عزنا في سنة في غير صلى الله عليه وسلم التي تجد فيها في هذه الانواصل الى اليوم ثم جاء التحدير بعدها هذا ما سيحدث إذا حدثت الأربعة الأمور هذا ما سيحدث عندما يحدثون بعد الله سبحانه وتعالى نزعه يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ باعتبار أنه هو النفس المقصودة علمت نفسه المقصودة بها الإنسان يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ ما أغرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمُ إذا لماذا دمت أي الإنسان ستحاسب بما قدمت وآخرت والله سبحانه وتعالى بين لك ما سيقع إذا ما الذي غرَّكَ ما الذي يعني جعلك مغرور بنفسك وصرفك عن طاعة الله سبحانه وتعالى وسمى هنا نفسه الرب والكريم الله سبحانه وتعالى يختار لنفسه في فواصل الآيات أسماء وصفات تليق بالمعنى الذي جاءت به الصورة أي ربك الذي خلقك وجاءت بمعنى الرقومية والذي أكرمك ما الذي غرَّك به ما الذي غرَّك فجعلك رغم أنه هو الذي خلقك وأكرمك الأصر أن الإنسان لا يغرُّ بكريمه الإنسان يشكر من أكرمه ويعترف بالجميل من أكرمه ويطيع من أكرمه إذن الله يقول لماذا إذن أيها الإنسان الله سبحانه وتعالى خلقك ويعترفت إذن الله سبحانه وتعالى Alors الله سبحانه وتعالى Ici nous averti notre affaire Attention Alors Ô homme Qu'est-ce qui t'a trompé Au sujet de ton seigneur le noble Allah سبحانه وتعالى Il choisit ici Ses propres noms Et ses attributs Quand il s'agit De chaque verset En respectant le sens des versets Après que Dieu سبحانه وتعالى Nous a parlé Que ce qui va se passer Et chaque homme Verra le jour dernier Ce qu'il a avancé Et ce qu'il a laissé derrière Allah سبحانه وتعالى Nous a mis en garde Ô homme Qu'est-ce qui mérite De t'égarer De te tromper De ton seigneur Qui t'a créé Et qui est noble Qui est généreux Vis-à-vis de toi Ça veut dire Médite bien Réfléchis bien Est-ce qu'il y a quelque chose Hein Qui mérite Que tu sois Comment dirais-je Trompé Et déveillé Du chemin De ton seigneur Qui t'a créé Autant que Seigneur Et qui est généreux Vis-à-vis de toi Après il nous a donné Dans les versets suivants Quelques Quelques images Et quelques Sénées de généreusetés D'Yé Subhanahu wa ta'ala Ça veut dire Ici Allah Subhanahu wa ta'ala Hein Il cherche la réponse Soit tu réponds ici Soit tu réponds là-bas Alors Réponds ici Pour dire Ouais c'est vrai El- El- Il- هو صحبة سيئة هو غفلة هو 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 أجب لأنه معرفة الداء نسب الدواء كما يقول الله يقول لنا اكتشف الداء قبل أن يفوت الأول لأنه سؤال ردع هنا ويريد رب العالمين أن يجيب كل مننا يجب الله سبحانه وتعالى يجب الله سبحانه وتعالى فهي ليس انتهى سيكون لديك سيكون ذلك سيكون هناك سيكون مهربة سيكون السيدة إذا لم يكن أن يكون ذلك لتعالى فى أن تنسى فى أنومات تتقليل فى أنه سيكون فى انه سيئة سيئة من أنه لديك فى أنه لديك يترجماتك يترجماتك هذا يترجماتك وقت؟ ها كل مات؟ لكن هناك فتلك هناك فطره ها أنت سريت إلى أنت إليه يخضج يترجماتك وكاذا ذكرني وكذلك أنا علي يترجماتك جسد هذا فلم أسأل إذا تمس النسيب هنا يتعامل معنا الحق سبحانه وتعالى ليقيم علينا الحجة أنه حدرنا بكل شيء ثم بدأ الله سبحانه وتعالى يذكرنا من كرم الله علينا الذي خلقك فسواك فعدلك أو فعدلك في رواية ورش بتشديده وبالتخفيف إذا خلقك هذا كرم من الله تعالى من منا طلب من الله أن يخلقه هل قدمنا طلب للخلقة لا أنعم الله عليك لو أراد الله سبحانه وتعالى ما خلقك فأصبحت من العدم لا غير موجود ولكن خلقك لينعم عليك إذن فاجعل هذا النعيم اجعل له مسببات من الطاعة ثم مش فقط خلقك كما خلق المخلقات بل جعلك خيرا منهم وأحسن منهم لم يخلقك هكذا إنما جعلك أحسن في خلق الإنسانة في أحسن تقويم فعدلك أو فعدلك يعني جعل خلقتك سوية وعدل الله سبحانه وتعالى بالعقل وبالقلب وجعل جسمك معدل لم يجعل أحد اليدين طويلة على الأخرى وجعل خمسة أصابع لم يجعل أربعة ولا إثنين لأنها لحكمة وجعل عينيني تصوروا لو كانت عين واحدة هنا بمعنى أن الإنسان سيرى أمامه فقط لن يرى الجانبين وجعل الأدنين وجعل العينين وجعل أمور وأهل الطب لهم أصرار خلق الله تعالى تعرفون هذا الخلق المعقد في عقله وقلبه وقلاياه والشيء العجيب يكتشفه العلماء في هذا الجانب إذا قال الله شهرانه وتعالى خلقك فجعلك في هذه الخلقة وسخر لك السماوات والعرض والدواب والمال وهذه الدنيا كلها الله شهرانه وتعالى خلقك ما في السماوات والعرض شهرانه وتعالى إذا قال الله شهرانه وتعالى c'est plus qu'il nous a criés il nous a criés mais il nous a bien formulés dans une forme qui est bien constituée et constituée harmoniquement on est les meilleures créatures sur terre la façon dont Dieu شهرانه وتعالى nous a criés avec deux yeux, deux oreilles c'est de façon avec surtout une raison avec laquelle on médite il y a un coeur avec lequel on a cette relation avec Dieu alors là ça ne mérite pas que ce corps qui est bien crié harmonieusement auprès de Dieu se jette en procurant à celui qui l'a crié ça le mérite alors alors réfléchissez et regardez d'autres créatures comment Dieu les a criés pour que vous pouvez connaître votre faveur auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala qui réveillez toutes les images et le��릴게요 pour qu'il y au- ook-oh-l'a se laug क prise et autour de votre cœur laukhluqat l'okhra l'Yeeudrika crieffa An'illa drains l'ingang l'U妳 وصلت المثال، ببديه سترى كلها في فعله أنتم مدن جيدる مثل الإنظار بمسيق تردك من وجود المسيق أكبر أنتم ليس معفوضًا في تكلم أكبر أنتم بجلس ستراهي ويغبتهمون عن الطاقة وك двигاء الكريم ليس معفوضًا فإذا لم يكن من صلاح فالك الفوري سترى ويقاجر نفسي الاستفادة للهيان نجدنا أن نموت التي لا يجاوز فيه ليس نفسي نس crabsنا نموت نتجدنا ما قاله ان نرى ما أننا سنرى لأننا تجربنا وأننا نعرف مما قدامنا وما أخرى وأننا سنعفقنا في كل دائن إذن يتدعي إلى معصيات الله سبحانه وتعالى هذا يعني يجب أن يتبعين ببعض الأمر يجب أن تتبع لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا ما معنى أنك تؤمن بالله لو من كان يؤمن بالله اليوم الأخير فإن يقول خير ون يسموت أنا أُنسيني إذن تبعين الآن ونبيعين الآن ونبيعين الآن إذن تبعين ونبيعين إنه أحد يتبعين إنه يقال أحد يؤمن بالله مَن كَنَيْو مُرْبِ لِهُولِهَ وَلِيمٌ لِهُولُ لِلَخِرْ فَلْيُ كَمْ جَارَهُ تَلَيُولِي قِي وِنْنَيُرِي مُرْبِ لِي سَ скفررًا تُسْسَهَا كُالْقَوْنِ حَلِي جُوهُ Bass vegetarian ش وَالْصَ nee'm low تَكَاطِينَ كراماً كاتبين يعلمون ما تفعلون. لا تفعلوا. لا تفعلوا. لا تفعلوا. أن عليكم ملائكة حفظة. كرام عند الله. يكتبون ما تفعلون. والحمد لله أن ربنا قال يكتبون ما تفعلون. لأنه كان لو قال الله سبحانه وتعالى يكتبون كل شيء بمعنى لا حسبنا حتى بما لم نفعل. بما كنا ننوي فعله ولم نفعله. إن الملائكة لا تعرف نيتك. ولكن حينما تأتي بعد النية العمل والفعل هنا الملائكة تكتب. ولكن حينما تكون أنت تريد أن تكذب. في نيتك أن تكذب. الملائكة لا يعرفون نيتك. لا يكتبون الكذب حتى تكذب. ولكن الله يعرف أنك ستكذب. فإنه سيجازيك واحد من اثنين. يا إما أن هذه النية صرفت خوفاً من الله فتكتب هذه النية حسناً. والعكس. الإنسان يريد أن يتصدق. في نيته أن يتصدق. ولم يتصدق. الملائكة لا تكتب شيء. الملائكة لا تكتب شيئاً. أنك لم تتصدق. أنت نويت. والملائكة لا تعرف النية. ذلك قال ما تفعلون. ليس ما تنؤون فعله. ولكن عند رب العالمين كتاب آخر هو يعلمه. أنه كنت نويت أن تتصدق. فلم تتصدق فكتبت لك حسناً. ولو تشدقت لكتبها الملائكة عشراً. ربنا كريم. من هم بحسنة ففعلها كتبت له عشرة. فإن لم يفعلها كتبت له حسنة. ومن هم بسيئة ففعلها كتبت له سيئة. ومن هم بحسنة ففعلها كتبت له حسنة. فإن لم يفعلها كتبت له حسنة. لكن لا تكتبوا إلا ما أنزلناه في الواقع. حسن ذالك يناسبون أن هناك سيئة سيئة. سيئة ففعلها كتبت له. يمكن أن يكون في المناسبة لك تتصدقب لك. سيئة الميتسات التي لا تنتهم في الواقع. لكن عندما يأتهم بأن تتصدق أن تتصدق. سيئة تتصدق أن تتصدق إنهم في الواقع. Mais Dieu sait où tu as l'intention C'est lui à ce moment là qui va s'en occuper Si tu as cessé de mentir Malgré cette intention Par grâce de Dieu Allah va traduire cette Intention avec une bonne Parce que tu as cessé Tu n'as pas appliqué ce que tu as fait Et le contraire Tu as l'intention de donner l'aumône par exemple Il ne t'a pas donné Les anges ne le notent pas Même si tu as l'intention Parce qu'on ne connait pas l'intention Mais Dieu connait ton intention Même si tu n'as pas donné Dieu va quand même la conter comme une bonne Et si tu as donné les anges Ils vont donner Et ils vont le noter comme 10 Alhamdulillah